نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يحفظ القرآن عن ظهر قلب ومع ذلك يهجئ ما يقرأه حرفا حرفا مدير مجد مدينة بيرمنغهام البريطانية متفاجئ ومختبط ومتحمس مثله مثل من حوله وهم إلى اليوم قلة من أفسح له المجال لرؤية وقراءة سطور أقدم مخطوطة قرآنية في العالم هذا كنز له أهمية عالمية للإرث الإسلامي ولدراسة الإسلام كما أنه مصدر فخر للجالية المسلمة هنا المخطوطة التاريخية كشف عنها في جامعة بيرمنغهام هناك على رف من رفوف المكتبة البريطانية بقيت هذه المخطوطة محفوظة لأكثر من مئة عام من دون أن ينكشف خبرها إلى اليوم المخطوطة كانت مرفقة خطأا بأخرى أحدث من القرآن الكريم تعود إلى القرن السابع الميلادي إلى حين وقوع صدفة صغيرة تغير الكثير على وقعها لقد وجد باحث كان يعمل على مخطوطة معينة صفحة قديمة جدا من القرآن وذلك الخط هو خط عربي قديم يسمى الحجازي هذا يعني أنها تعود إلى منطقة الحجاز حيث تقع مكة المكرمة والمدينة وطبعا النبي محمد كان هناك لذلك حينما أرسلت تلك الصفحات لقياس عمرها دهشنا حينما وجدنا أنها تعود إلى عصر النبي محمد النسخة الأقدم تجسدها صفحتان فقط صنعتها من جد حيوان كتبتها بالحبر بخط حجازي جميل صاحب اليد التي خطت هذه السور قد يكون واحدة من معاصرين نبي محمد عليه الصلاة والسلام فعمر ما تشاهدون يزيد عن 1370 عاما سنوات طويلة لم تعدل ولم تغير شيئا في النص المقدس الخط وحده يحدث الفرق بنعدام النقاط على حروفه أما ما تبقى فيتطابق مع القرآن الكريم جميع المسلمين في العالم تطلعون الآن لرؤية هاتين المخطوطتين بالفعل كثيرون سيقصدون بيرمنغهام في شهر أكتوبر المقبل هو الموعد الذي حددته الجامعة لعرض المخطوطة على العامة بهذا الخبر ستصرخ مكتبة جامعة بيرمنغهام الأضواء من مكتبة برلين التي احتفظت لسنوات بأقدم مخطوطة قرآنية مخطوطة قيلة أنها تعود إلى ما بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأكثر من عشرين عاماً وتضم آيات من سورتي النساء والمائدة سورة الكهف مخطوطة بيرمنغهام باتت الحدث اليوم وعنواناً جديداً في عنوين عظمة القرآن الكريم وتاريخ لغته ترجمة نانسي قنقر